أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم معكم الأستاذ زكي الشعولة في دورة قدرات الوطن لسنة 93 وازني بالضوء وازني الحين ناخد دورة القدرات طبعاً هذه الدورة بتكون فيها حل نماذج جديدة وبيكون فيها أيضاً مهارات جديدة علشان نتعلم المهارات الجديدة كيف حصل على معدل 95 أو 96 ترى الحصول على هذا المعدل الآن صار بسيط الناس كثير فهمت أن اختبار القدرات جداً مهم فبسهولة أنه يعرف الطريقة يعرف الخطة ويمشي عليها ويشعر بنفسه أنه إحساس أني لابد أني أنا أجيب درجة كويسة من ضمن المهارات أني لازم أفكر أعرف إيش المطلوب من السؤال ما هو المطلوب من السؤال؟ إذا قريت السؤال لازم أعرف ما هو المطلوب من السؤال وأعرف طريقة الحل بسهولة إذا أنا أقدر أجاوب على هذا السؤال أنتم ما سمعتوا أن فهم السؤال نصف الإجابة صح؟ إذا فهمت السؤال وترجمت السؤال للواقع هذا يعتبر نصف الإجابة أيضاً عندنا التعامل مع الوقت لأن كل سؤال مخصص إلى ساعة دقيقة وربع تقريباً أقول دقيقة بس مو معنى أني أنا روح أوزع لقراءة السؤال عشرين ثانية ليحل السؤال ثلاثين ثانية عشر ثواني إلى الإجابة لا مو لازم بس لازم أروح أدرس أن هذا السؤال ما يزيد عليه عن دقيقتين أو ثلاث دقائق إذا بيزيد عن ثلاث دقائق خلاص أنا أخمن الإجابة السريعة وبعدين أرجع إلي فيما بعد لأن بعض المسال تأخذ فيها ثواني مثل اللفظي بعض المسال تأخذ فيها دقيقة يعني كل سؤال يجبر الثاني بس أنت لازم نصير عندك موازنة لإدارة الوقت ما أروح أمهل على السؤال فوق خمس دقائق إذا أخذت فوق خمس دقائق خلاص لأن هذا درجة نفسي درجة السهل ولهذا لازم أنتبه لإدارة الوقت عندنا أيضا التنميط ما معنى التنميط هنا أسئلة القدرات محددة معروفة أفكارها معروفة أسئلة القدرات أسئلة القدرات أسئلتها معروفة محددة لذا من كثر التمارين أعرف هذا السؤال حل كده هذا السؤال حل كده هذا السؤال حل كده واضح؟ هنا أسئل لي مثل تنميط أعرف أنواع الأسئلة وترى أسئلة القدرات هي أفكار محددة الأفكار غير مفتوحة يعني إذا أذاكر جميع الأفكار خلاص له حتى أغير لي السؤال أنا عندي مهارة أقدر أجاوب على هذا السؤال أيضاً اللياقة جسدية والياقة بدنية ما معنى اللياقة بدنية؟ يعني لازم أنا أقدر أجلس ساعتين ونصف على الكرسي وأقدر أحل بدون مآمين لازم يصير عندي لياقة ذهنية أيضاً أني أنا أقدر أحل سئلة الاختبار مدة ساعتين ونصف بدون إيش؟ بدون تعد لأنه مثل ما أقال لكم الفيديو في نهاية في نهاية في نهاية الاختبار أو قبل الاختبار بساعة أو بعد ساعة يجيم العقل يوقف العقل خلاص واللي مجرب صح يا عبدالعزين بعد ساعة ساعة ونصف العقل إيش؟ يجيم يوقف يتعطل لذا لازم قبل الاختبار بساعة ونصف أقول لها قبل الاختبار بعشرة أيام أني لازم أذاكر يومياً مدة ساعتين ونصف يومياً قبل الاختبار بأسبوع يومياً لازم أذاكر ساعتين ونصف حطوا مين التحدي حطوا شيء هنا واضح؟ خلي جوالي عندك يلا زين الروح إلى الياقة الدينية مثل ما ذكرنا قبل الاختبار بسبعة أيام أني أذاكر يومياً ساعة ونصف سوي تغطية بعدين زين يلا بعدين ناخد الحين نصايح بسيطة حقة الاختبار ما عليش مقدمة دي ضرورية لازم تعرفوها عيالي لازم أولاً المراجع على فتران ما غلط جداً إن ليلة الاختبار أروح بذل جهد كبير علشان أذاكر تقول له بكر عليه اختبار يعني كثرة المعلومات مرة واحدة تيجي إيش يسبب في العقل صداع يتعب العقل مثل الكاسة الماء كاسة الماء إذا تعبيه شوية 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 يمتلي بعدين لو أنا عبيت مرة واحدة وإيش يصير في الماء يطلع يفوت برة ما يبقى في الكاس شيء يبقى بس لكن وإيش يعني ما يكون فيه تشتت فيه نسيان لذا لازم أني نراجع قبل الاختبار بثلاثة أشهر أسوي لي خطة كل أسبوع أذاكر لي يومين ثلاثة أيام أربع أيام على ساعة على ساعة ونوصة خلص لي أجمع يعني المعلومات شوية شوية أكسب لي المهارات يعني شوف نذاكر مذاكرة من عشرين إلى ثلاثين دقيقة كل يوم أستريح لي شوي بس لازم نسوي ليكم خطة ضروري خطة طيب الآن هل الاختبار يسبب قلاق في الاختبار هل الاختبار يسبب قلاق طاد صوتك يقطع أي الحين يرجع يقطع صوتك أستاه الحين 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 واضح الصوت الحين ما علش لأنه دبدبات في النتي الحين واضح دبدبات في النتي يروح بجي زين يعني الآن في الاختبار دائما الاختبار أي اختبار في الحياة دائما يسبب إيش توتر قلق هذا القلق والتوتر رجع يقطع صوتك الحين الحين يجي لكم لحظات خلينا أشيك على النت لحظات أولادي لحظات إذن عيالي ده اللازم أنه عادة أي اختبار دائما في حالة من التوتر والقلق ولكن أنه لاغينا عن الاختبارات ضروري تبقى تخلص تخصص يختبروا تدخل وظيفة يختبروا حتى أي وظيفة الحين جديدة المؤسسات الحكومية تطلب منكم اختبار القدرة المعرفية تبقى تصير معلم يختبروا تبقى تصير طبيب يختبروا إذن الاختبار على مدار الحياة وبعدين بصير هذا الاختبار من الذكرة إذا أجب درجة عالية من الذكرة إذن لازم إيش من البداية أروح أتعب شوي أحصل على درجة عالية من أول اختبار إذا حصلت على درجة عالية من أول اختبار أرتح إذن لازم أنا أسوي عملية فصل عن الاختبار إذن أيضا الرياضة طعام المتوازن أيضا الطعام المتوازن الدافع الذاتي هذا مهم جدا ما معنى الدافع الذاتي هنا يعني لازم أنا أشعر بالمسؤولية يصير عندي حافز نحو التعلم والتدرب ضروري أنا من نفسي ما أنتظر أمي وأبوي إنهم يقولوا لي تعال ذاكر ما أنتظر أحد أنا من نفسي أعزز نفسي بنفسي لازم أنا أسأل لي خطة وأذاكر أول بول علشان أحصل على درجة عالية 95% ترى سهلة أن أجيبها إن أنا ذاكرت بالسمرار واضح؟ أيضاً لازم نبتعد عن القلق ليش القلق عندكم خمس فرص لازم أدخل قاعة الاختبار ونمرتها إذا دخلت الاختبار وأنا في قلق وتوتر هذا القلق والتوتر متعب بالنسبة إليكم ولهذا يتعطل المخ أيضاً قبل الاختبار لازم أنام بدري وأروح طبعاً الاختبار وأنا مستعان طيب نبدأ الحين في الجد الكراسات طبعاً رسلناها إليكم في القروب في المجموعة ولا يبي كراسة ولا يبي جيبي بعد لولدنا حقيبة حقيبة قد ما شفت الكراسة أنا في القروب أي في القروب أحسنت رحمه الله تمكن دخلت في القروب رحمه الله والديك دخلت ممكن القروب متأخذ عادي ترسلها مرة ثانية نرسل إليكم الكراسة عندنا كراسة كمي ولفظي وأيضاً تجميعات ونماذج الجديدة يلا ناخد الحين طرق الحل الحل دائماً في القدرات عندنا نوعين الحل الأول حل رياضي يعني بالرياضيات الرياضات اللي درستوه كيف أحل بطريقة معادلات أحل بطريقة التعويض أحل كذا بطريقة هذا حل رياضي يعني بالرياضيات العادية والطريقة الثانية وهو الحل الديني أنا أريدكم تركزوا على مين؟ بك مباشر الحل الديني بس أنت لك الرابط أنا أدخل عليه على طول تدخل الحل الديني أريدكم الآن تصير بس فقط تعتمد على الحل الديني الآن إذا اشتغلت على نفسك بالحل الديني هذا يصير سريع لكم الحل يكون موجود سريع لأنه بالحل الرياضي بيأخذ ممكن وقته وبعضهم ما عندي أساسيات في الرياضيات ولكن أحلها بطريقة دينية يعني أحلها بديني إذا أحلتها بديني لأنه ثانياً الاختبار هو يسموه إيش؟ القدرات العامة القدرات العقلية يعني مو قاعدين يختبروكم في الرياضيات قاعدين يختبروكم اختبار عقلي يعني كيف تحل المشكلة كيف تحل السؤال بطريقة أسهل وبأسرى طبعاً يتطلب لا سكروا المايك عزيزي اللي يرسل بط مباشر إذا بتتكلم مع العيال خلي المايك مسكر عندك بارك الله فيه يلا زين إذا عندنا يتطلب مني فهم لازم العملية الضار عملية الطار الضرب والقسمة دي أساسي جم وضرب وهذه العمليات الأربعة ضروري لازم إحنا نعرفها طيب يلا نبدأ على بركة الله اليوم ناخد أول ست استراتيجيات لحل مسائل القدرة ناخد اليوم ست استراتيجيات وبعدها طبعاً ناخد إيش تجميعات أو النماذج الجديدة طبعاً مثل ما ذكرت لكم بأن هذه الكراسة موجودة في في القروب في المجموعة لطلبة الأونلاين بإمكانهم أيضاً اللي قريب في المنطقة وقريب إلى مقر جمعية القطيف بإمكانه أيضاً أن يجي استلم الكراسة مجاناً يلا نبدأ السؤال الأول عدنا أول طريقة لحل مسائل القدرات عدنا طريقة من التجربة يعني أجر أروح أجر بالحل هذه سهل ناخد المسألة الأولى شوف هذه المسألة بـ 22 زائد 1 و ساوى 32 واضح عندك جلازين تمام هنا هذه معادلة أوسية أنا أقدر أحلها بطريقة رياضيات وأقدر أحلها بطريقة تجريب أروح أجرب إذا طلع 32 تمام ما طلع أروح أجرب العدد اللي بعده يلا انتبوا يا أولاد يا بنات اكتبوا معاي زين علشان تستفيدوا يا أولاد يا بنات اكتبوا معاي عندي اثنين أحط اثنين هنا حلو يلا اثنين زايد واحد كم الجواب يصير اثنين أوس كم ثلاثة الجواب كم اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين الجواب كم تمام أدن ما نضرب اثنين ضرب ثلاثة الاثنين مكررة كم مرة ثلاث مرة اذا هنا معنى هذا يعني معنى هذا الأوس يعني معنى اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين الجواب كم هل طلع اثنين وثلاثين ما طلع اذا الاجابة الأولى خطأ تمام اروح الى فقرة ب قال لنا ثلاثة اشيل الاثنين وحط مكانه كم يعيال ثلاثة يلا ثنين ثلاثة زايد واحد كم اربعة يعني مكرر كم مرة كم مرة اربعة مرات يعني الجواب كم ستعاش ما طلع ثلاثين اروح اجرب مين اجرب الاربعة يلا اثنين اربعة زايد واحد اذا اثنين وخمسة اكررها كم مرة قلنا خمس مرات مرات الجواب كم يصير ثلاثين اخو طلعت الاجابة ثلاثين وثلاث شفت جرب بدون انا ما رجعتي الى مين الى الرياضيات ما رجعتي الى قوانين كيف الاساسات متساوية خلينا حل بطريقة الرياضيات اللي يحب الرياضيات يلا نحل بطريقة الرياضيات كيف طريقة تحل هذه المسألة اذا انا ابي احلها بالرياضيات شوف كيف الطريقة يا اولادي يا بنا عندي اثنين والسين زايد واحد يساوي اطير اطير الاثنين مع الاثنين صارت سين زائد واحد يساوي خمسة اروح انقل من الواحد الى الجهة الثانية صارت سين يساوي خمسة ناقص واحد طلعت الاجابة كم اربعة حلو انا حليته ذينيا بالتعويض وحليته بالرياضيات اللي يبيه بالرياضيات اللي يبيه بالتعويض بالتجريب يقدر يحلها واضح يا بنات يا اولان استاد عادي تعيدها اللي بالرياضيات يلا للرياضيات تابين انت تحب الرياضيات يلا نحلها بالرياضيات ركز عندي اثنين وسين زائد واحد الاثنين وثلاثين تحليلها كم الاثنين وثلاثين تحليلها يعني كم مرة مكررة الاثنين اما انا احلل او اقول كم مرة مكررة الاثنين يعطيه الولد حقيقة إذن كم يصير يصير اثنين واس كم واس خمسة مكررة خمس مرات أطير الاثنين مع الاثنين نقول سين زائد واحد يساوي خمسة يعني سين كم قيمتها ما هو العدد اللي أضيف عليه واحد يطلع ليه خمسة كم الجواب يصير كم يا جماعة إذن الإجابة بصير هذه بطريقة الرياضية خلاص عرفنا الطريقة الأولى الطريقة الأولى يا جماعة طريقة مين التجريب علشان تدخل داخل مخكم طريقة التجريب أجرب وطلع الجواب خلاص واضح يا أولاين واضح والله تمام الروح إلى الطريقة الثانية الطريقة الثانية أروح أستبدل يصير واضح عندك هناك تشوف في قصد تكتب واضح في ضوء يصير لأننا نتجرب إذا ما في ضمن شغل هنا طريقة استبدال المجهول بعدد ضروري لازم تعرفوا دي الطريقة الاستراتيجية شو ملان كيف معنى إيش معنى خليني أعطيكم سؤال حلو يقول إذا كان سين أكبر من صفر وصاد أصغر من صفر قارن بين سين زائد صاد وسين ناقص صاد يقول مين الأكبر اليمين أو اليسار مين الأكبر يمين أو اليسار إيش أسوي أنا في دي الحالة أنا ما أعرف مين الأكبر لازم أبدل السينات إلى إيش إلى أعداد هنا الخطوة ضروري لازم تستعبوها يا عيالي يا أولاد يا منات إن أبدل الحرف بعدد أروح أبدل بكم هنا قال لنا سين أكبر من صفر يعني سين أفرضها كم كم أكبر من صفر يعني واحد صاد أصغر من صفر أصغر من صفر صالب واحد لازم أروح أطبق الشرط في البداية شروط المسألة ممكن يقول لنا سين يقع بين الاثنين وخمسة لازم أنا أطبق الشروط أعوض الحين أشيل السين والصار واحد ناقص واحد الجواب كم صار صفر واحد زائد أوه ناقص هنا ناقص سالب واحد سالب مع سالب موجب موجب سايد واحد اثنين إذن عرفنا مين القيمة الأكبر القيمة مين الثانية أكبر واضح؟ أنا كيف عرفتنا الثانية أكبر على الرغم أنه فيها سالب أنا من أشوف المسألة تقول له فيها سالب عنني صغير لا ما أركز لازم أبدل المجهول لعدل أبدل المتغيرات بعدل واضح أولاين مركزين معاين تمام ناقص بالمثال تمام المثال اللي بعده إذا كان شوف ركزه إذا كان باقي قسمة سين يعني أحط سين أو أحط مربع سين باقي قسمة سين على مين قال على أربعة إذا أنا ما أعرف يعني أكتب سين وأخاف من السين تسوي مربعات على أربعة بعدين قال كم الباقي قال الباقي قال إذا كان الباقي يعني بيطلع علينا الجواب هنا والباقي كم قال والباقي طيب أروح أوجد عدد إذا قسمناه على أربعة يطلع لي الباقي الثانية إيش يسوي ما هو أسهل عدد أروح أزود على الأربعة اثنين أنا أبي الباقي كم أبغى الباقي اثنين صح أزود على الأربعة كم اثنين اثنين زايد أربعة كم يعني أحط هنا ستة إذا قسمناه على أربعة يطلع واحد والباقي كم إذا وجدت العدد مين العدد صار ستة إذا وجدت العدد حين إيش يبي أنا وجدت العدد إذا قسمناه على أربعة يطلع الباقي اثنين قال لنا باقي قسمة 30 على 7 أروح أجيب قيمة العدد 30 أشيل السين وحط مكانه كم 6 الجواب كم 18 قال لنا نبغى نقسمه على 7 قسمنا على 7 يطلع كم 2 والباقي كم لأن الثاني ضرب 7 كم 14 الباقي كم الباقي 4 إذن الإجابة في هذه المسألة كم طلعت 4 4 نعم قل سابني أجيبنا 6 أنا جبت من الشرط الأول اللي قال لي إيش قال في الشرط الأول قال إذا كان باقي قسمة عدد على 4 لو هذا العدد السين على 4 هو 2 أنا كيف أجيب 6 قال لنا الباقي 2 يعني أزود 2 على مين على الأربعة لأن الأربعة تقبل القسمة على الأربعة ما فيها باقي هو يبي الباقي كم قال الباقي يبي 2 يعني أزود 2 على الأربعة يصير 6 قسمة أربعة بيطلع واحد والباقي كم 2 إذا قال الباقي 3 يبي أروح أزود كم 3 إذا قال الباقي 3 إذا قال الباقي 1 أزود 1 عرفنا كيف من هنا صارت أضفنا 2 2 إذا أبدل المجهول بعد يلا ناخد الطريقة الثالثة الطريقة الثالثة وهو التخمين الذكي لازم أصير ذكي في اختيار الإجابة التخمين الذكي يعني أستبعد الخيارات إن الخيارات الخطأ أستبعدها يلا ناخد السؤال الأول قال لينا أي الكسور التالية تحتاج يقول أي الكسور أصغر أي الكسور التالية أصغر أروح أجرب يلا هذه إيش يصير 6 على كم على 5 هذه كم 5 على هذه كم اللي بعدها 3 على هذه كم 1 على كم على 2 حلو تمام دالي صغ نجرب الآن صح دال نجرب الآن 6 على 5 هل هذا أكبر من 1 لو أصغر من 1 6 على 5 أصغر لا مو أصغر من 1 ما تصير أكبر من 1 متى إذا صار البص أكبر من المقام أنا عندي 6 هنا صح 6 أكبر من 1 من 5 أكبر من 1 صح أكبر من 1 فضيلة لأن ما يشوف الكراس إذا بيكتبوه أكبر 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 5 على 4 من 1 صح 5 على 4 أكبر من 1 إذا و3 على 4 أكبر لو أصغر من 1 أكبر أصغر من 1 أصغر من 1 أصغر من واحد حلو؟ إذا صار ودي أصغر من واحد أصغر من واحد يعني معنى أبغى ضروري هنا الظلام يصير علشان يشوفوه إيه وازني وازني إذن هذه ألغيها وهذه ألغيها لأنها أكبر من كم؟ من واحد صح؟ إذن أروح أقارن ما بين ثلاثة أرباع ونص مين الأكبر ثلاثة أرباع لو النصف أكبر النصف النصف أكبر لا ثلاثة أرباع أكبر بس النصف هو الصغير صح؟ كيف أقارن ما بين الكسور؟ أروح أضرب مقص أضرب نعم واحد صفة خمسة وصفة سبعة خمسة أيوة صح ثنين ضرب ثلاثة كم؟ ستة أربعة ضرب واحد كم؟ يعني الصغير نصف يعني هذا هو الصغير أنا القص يعني كيف أستخدم الاستراتيجية استراتيجية استبعاد من الخطأ يعني أكون أختار أنا المناسب علشان أقدر أختصر الوقت وأحصل على الإجابة أستاذ هذه الطريقة تزبط على أي مسألة؟ هي على أي مسألة أن المهم يعني لا قصدي استبعاد الخيارات الخطأ أن أستبعد الإجابات الخطأ واضح؟ تمام يلا نروح إلى الاستراتيجية الرابعة طريقة الرسم طريقة الرسم ماذا يساوي؟ طريقة الرسم ماذا يساوي؟ طريقة الرسم ماذا يساوي؟ إذا يجي لانا كسور دائما إذا يجي لانا كسور طريقة الرسم ماذا يساوي؟ طريقة الرسم ماذا يساوي؟ يلا ما أسمع أسمعكم أحين يلا طريقة الرسم متى أنا أستخدم طريقة الرسم؟ إذا أعطاني في المسألة كسور شوف كسور ثل وربع إذا أعطاني في المسألة كسور أروح إيش أسوي؟ أستخدم الرسم كيف أستخدم الرسم؟ الآن قال لنا وأقدر أحلب الرياضيات بأحلب أكثر من طريقة انتموا كيف تأكل طريقة حل الرياضيات؟ أنا بإمكاني أقدر أقول شوف الحين إنه قال لنا صرف أحمد ثلث الراتب يعني أروح أرسم لي مستطيل وقال لنا ثلث الراتب يعني أقسمه والثلث يعني كم قيمة الثل يعني واحد على كم صح؟ إذن هنا تعال إلى لا معاكم 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 الآن قال لنا ثلثراتي يعني معناه أني أنا أروح أشيل ثلث الراتب شن الثل الراتب كله ثلاثة أقسام يلا الحين بعدين قال وأعطى والده الرب يعني واحد على أربعة صح؟ إذن واحد على أربعة أروح أرسم في المقام هنا أربعة أقسام أربعة أقسام الراتب وقال لنا الربع هذا الحين المستطيل إذا قال لنا من الباقي أروح أجمع من المستطيلات الفاضية إذا قال لنا من الكامل يعني أحسب كم مربع عندنا هنا كم مربع 12 مربع يعني أقسمه على ربع يعني كم مربع صرف كم مربع ثلاثة مربعات إذن أضلل ثلاثة الآن إلا بقى كم مربع لاحظوا كم مربع خمسة خمسة قال ونوزع الخمسمائة على الخمسة يلا كل واحد كم بصير كل واحد مية مية بصير بمية مية وينمية وينمية عدد المربعات كلها كم كلها خمسة فنضرب 12 ضرب مية إذا راتبة كم صار 1200 صار راتبة 1200 هذه طريقة رسم بس أنا أقدر أحلم بطريقة رياضيات اللي يحبوا بالرياضيات وش لغا أسهل يسأل يلا بأخذها أسهل شوي عادي تعيد هذه ما فهمت أي بعيد أول شي بأحلت بالرياضات وبعيدها هذه انتبوها الحين قال لنا صار في ثل بعدين ربع عادة إذا أعطاني كسور يعني نقول إن الراتب واحد كامل نشيل منيش ثل ونشيل منيش ربع أقول لي ناقص واحد على ثلاثة مع مين واحد على أربعة يلا نوحد المقامات تقدروا توحد المقامات هذه طريقة الرياضيات يلا نضرب بأربعة بأربعة ثلاثة ثلاثة الجواب واحد ضرب ثلاثة واحد ضرب أربعة أربعة زايد ثلاثة على كم على ثناثة نقول واحد ناقص سبعة على كم على 2 إن واحد مقاماتي هنا الواحد عبارة عن 12 على كم على 2 يعني الباقي كم صار 5 على كم على 2 ذا الخمسة على 12 5 على 12 يمثل مين يمثل ال 500 يعني ال 5 على 12 يساوي كم 500 أبي سيل ماذا يساوي أروح أضرب مقص 12 ضرب 500 على 5 أختصر 12 ضرب 100 الجواب كم صار 1200 حلو؟ هذا بالرياضيات صار 1200 هذا الكشف شغلو داك شغل داك يماظر يشوفوا الموازنة في الأضواء واضح يلا بعيد الرسم علشان تفهمهم بعيد الرسم يلا نعيد هذه اللي بالرسم قال لي نصارفة نتوبو يعيال يلا نعيد بالرسم شوفهم يعني شيك على يلا يا أولاد يا بنات أولاين قال لي نصارفة أحمد ثلث الراتب أروح أسوليه مستطيل حلو كده هذا ما أضره هاي خلاص لكل إضاءة كف كده واضح هنا هنا واضح يلا أحن نبغى الصالح لا تشوف أبغى الصالح يلا زين يا أولاد أروح أسولين ثلاثة أقسام بعدين أروح أبلل ثل قال لينا ثل حلو ثل بعدين قال لينا هنا ربع أروح أقسم الشكل إلى أربعة أقسام قال لينا ربع ربع للاثنائش كم عندي ثلاثة أروح أضلل ثلاثة مربعات بقى لينا كم مربع فاضي خمسة مربعات فنقول خمسة مربعات أوزع عليها الخمسمية خمسمية قسمة خمسة الجواب كل واحدة كم يصير مئة 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 ومئة أستاذ عادي تشرح لنا كيف ضللنا ثلاثة مربعات في الرابع أي ثلاثة اثنائش كم مربعهم كلهم كم مربع كلهم اثنائش مربع اذا قال لينا بالرب يعني قسم على أربعة اثنائش قسم أربعة كم الجواب كم ثلاثة مربعات ثلاثة ضللنا ثلاثة مربعات واضح يلا ناخد الاستراتيجية اللي بعدها بقى علينا استراتيجيتين لازم نخلصهم وهو التقريب يلا زين التقريب كيف التقريب أعطوكم في المدرسة أعداد يعني أعداد إيش اللي أعطوكم في المدرسة أعداد كبيرة أو غنية وأعداد إيش فقيرة إذا ما صار لك كده مطلوب خلص خلي كده كل إضاءة تشوفوا بنات هذه واضحة الشاشة واضحة واضحة في أسود يعني لو أنت واقف تشوف واضحة إيه عندنا أعداد أعداد غنية وأعداد مين فقيرة سمعتوا عنها صح اللي هي خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة هذا العدد إذا حدفناه نضيف واحد العدد اللي بعدها هذا هنا نضيف نضيف واحد وإذا كان عندي واحد واثنين وثلاثة واربعة هالنضيف هنا إيش لا نضيف لا نضيف أعداد تقريب مهم جدا إلى مين التقريب مهم للأعداد الجدرية لأعداد الكسور العشرية بدل ما أروح أضرب فيها فواصل أروح أقرب زي ذي المسألة الحين قال ما هي القيمة التقريبية للمقدار التالي إيش أسوي هذا قرب إلى كم أربع إلى ثلاثة أحسن ضرب ثلاثة زائد جدر خمسة وثلاثين قرب إلى كم المقدار أربعين إلى جدر لا ليش أربعين ستة ثلاثين إلى جدر ستة ستة ثلاثين ستة ثلاثين ستة ثلاثين ستة جدر ستة ثلاثين كم يطلع ستة إذن الجواب كم طلع اثنى عشر شوفوا الآن كيف في التقريب طلعت سهل عدين إذن أنا إذا في التقريب أقدر أقرب وأطلع إلى الجواب يلا ناخد مسألة ثانية في التقريب جابوها في الاختبار شوفوا الآن مسألة ثانية ثمانية مئة وخمسة وعشرين ضار ثلاثة وخمسة وسبعين بالمئة على اثنين وثلاثين أو نخليها نخليها أربعة فاصل أحد عشر من عيب أطاني هذه المسألة يقولي أوجد ناتج مايا إذا أنا باحلة بالطريقة العادية بتعب بتوهد لأن أعداد كبيرة بدروه بدون فاصلة بتوهد إيش يسوي أروح أقرب جمعا يسأل إجابة أيوة أقرب هاذا كم أقربة يصير كم أقرب هاذا يصير ثمانية ثمانية هذا يصير ثمانية هذا كم أقربة أربعة أربعة هذا كم أقربة أربعة أربعة أختصر أربعة وأربعة الجواب جزيمونية سهل سهل صح إذن في التقريب لازم استخدم استراتيجية التقريب أقرب الأعداد الكبيرة إلى أعداد صغيرة أو أقربهم نعم الأعداد اللي حطاتها فوق بالأزرق إيش هذه اللي بالأزرق هذه الأعداد ينسموها أنتون عادة يدرسوكم في المدرسة يقول أعداد غنية وفقيرة أو كريمة وبخيرة كيف يعني إذا كان العدد اللي بحدفه خمسة يضيف للعدد اللي بعده أحدف ستة يضيف أحدف سبعة يضيف هذه أعداد للتقريب مثال حطاني هذه المسألة شوفها الحين قال نبغى أقرب جز من مئة أقرب جز من مئة ما معنا يعني أحدف مين لازم أخلي منزلتين بعد الفاصلة أقرب جز من مئة أحدف مين أحدف السبعة هل السبعة تضيف شيء للاثنين تضيف لأن من الأعداد اللي تضيف عدد واحد إيش يصير ثلاثة الآن لو قاله يريد جز من عشرة بأحدف الثلاثة هل الثلاثة تضيف شيء للواحد لا تضيف سير ثلاثة فاصلة كم واحد واضح تمام واضح جميل حلو حلو إذن عرفنا كيف طريقة حل المسألة يلا نروح للسادسة اليوم القطوة الأخيرة في التأسيس أو في المهارات إن ناخد التصغير أو التكبير كيف أحيانا يعطيني مرة أعداد كبيرة ما أقدر حتى أوجد الجواب ولا الآلة الحاسبة أعدادها تطلع الناتج طيب إيش يجيبها في القدرات يعني معناه يقولك لا تحلها بالطريقة العادية حلوة بطريقة إبداعية كيف يقول لنا يقول لنا يزيب مثل هذه المسألة مين الأكبر 2.55 أو 3.44 الآن 2.55 يعني معناه أن أكرر ال2 كم مرة 55 مرة وهذا مرة متعب ما يقدر أصلي و3.55 يعني كررها 44 مرة هذا صعب نعم يقول ولدي عادل صح ليش قلت كده يا ولاد ليش أصير الأرقام صغيرة أروح أقسم على كم على 11 وهنا على كم على 11 صار هنا 2 وكم 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 4 صار مين الأكبر حين أقدر صارت الأعداد صغيرة الحين إذن قسمنا صارت 2.55 هنا الحل أكتبها إليكم إذن هنا قسمنا على 11 على 11 إذن 2.55 و3 وكم 4 أطلع الجواب 2.55 يعني مكررة 5 مرات مقدور عليها صح 2 ضرب 32 يطلع كم 2.55 33 3 3 3 3 3 81 81 إذن عرف كبير الثانية حلو واضح الحين تصغير الأعداد وبعدين أطلع الجواب وإن شاء الله مع التمارين بتعرف بيجي لنا مسائل كثيرة منعرف كيف طريقة حل التدريب نعم فضل هل لازم إذا قسمت يستاذ لازم يكون العددين يقسمت نفس العدد أي لازم يصير لازم يصير علشان تصير إنسان عادل تقسم دعها خمسة دعها خمسة نعم قول ما كانت الأسس متشابعة يعني ما كانت 2.55 عادة عادة يجب لك أسس متشابعة مثال 2.75 يجب لك هذه المسائل كلها معروفة و53 يلا نقسم على أصغر الأس نقسم على خمسة خمسة لا خمسة بيصير صغير بعد يلا ما عليك قسم على خمسة بيطلع كبير نفس الشيء لا أقسم على 25 أقسم على 25 أحسن يطلع علينا يطلع 75 و53 و53 و63 طلعت هنا المسائلة قيمتها ثمانية و هنا قيمتها تسعة صارت الثانية أكبر تمام يلا أعطيكم بعد مسألة مسألة جامدة شوي جامدة شوي يلا جت هذه المسألة مسألة جامدة الحين تخيلت في مخي أن جت في الاختبار جاي في الاختبار خمسة وسخمسة زائد إتة والستة مع سبعة والسبعة يقول مين الأكبر خمسة والسخمسة ستة والستة سبعة والسبعة مين الأكبر ما تقدر يطفيهم شوفهم سيد عدنان دي دي الهين بس سبعة والسبعة سبعة 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 أيوة نجرب هنا بدل الأعداد كبيرة تطلع لنا الجواب كبير إيش يسوي أيوة أوه بس وهين ما يشوفوا بعدين إذا يكتبوا دقيقة بس ألهم أول يلا أونلاين يلا كيف الحين أصغر الأعداد بدل الخمسة لازم أولا أصير ذكي في كيار العدل أصير ذكي في اختيار الإجابة كيف أصير ذكي يلا الحين أنا الآن أشوف أن الأعداد متتالية خمسة ستة سبعة متتالية إيش يسوي أصغرها بدل خمسة أخليها واحد وسواحد واثنين وسكم وسثنين وثلاثة وسكم ثلاثة هذا التدريب نفس التمرين اللي لفوق بالظهر أعداد متتالية أسس متتالية أعداد متتالية أسس متتالية نفس الشي بس رح صغرت الأعداد يعني الآن يوم صغرت الأعداد نشوف كم الناتج يطلع لنا يلا ما هو الناتج يسير يلا واحد وسواحد كم يسير واحد واحد زائل أربعة أربعة سبعة وشرين وإلى كم سبعة وشرين أيوة صار مين الكبير سبعة وشرين أيوة صارت شفتوا كيف صغرت الأعداد بس لازم عادة تعيدها هذه هذه جت في الأخ كبار تضبط على كل المسائل لا ما يعطوك كده هم يعطوك دائما فيها فكرة ما يعطوك أشياء خارجة عن العقل يعني يعطوك فكرة إنك طلع الجواب كده يلا أعيدها أونلاين أعيدها 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 أستاذ يلا مسألة لطيفة هذه المسألة دائما دي المسألة إن كيف أستخدم دكايا طلع الجواب أنا لو أني باحلة بالطريقة العادية وين يابلي وقت علشان دي خمسة وخمسة واجن ستة وستة كثير سبعة وسبعة مرة وائن إيش يسوي أروح أصغر الأعداد الآن أول شي لازم أدرس العلاقة بالأعداد اللاحظ هنا الأعداد خمسة ستة سبعة خمسة ستة سبعة صح متسلسلة هنا الخمسة أقللها أخليها كم واحد اثنين ثلاثة هذه أعداد متتالية وهم كلهم متشابين خمسة يعني واحد واحد ثلاثة 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 أو ثلاثة وثلاثة طلع الجواب واحد زايد أربعة خمسة سبعة وعشرين سبعة وعشرين إذن مين الكبير سبعة سبعة وعشرين سهيل واضح جدا تمام حلو لازم أصير ذكي في اختيار الطريقة اليوم أخذنا ست استراتيجيات من الحل بكرا إن شاء الله ناخذ معاكم نكمل ملخص المهارات وناخذ الحين النماذج الجديدة بحكفل التسجيل علشان نسجل للنماذج الجديدة أيضا تسجيل جديد شكرا يعطيكم العافية مع تحيات الأستاذ زكي إن شاء الله تمنى لكم التوفيق والسعادة